المختبرات مكدسة بالعلماء والاطباء علهم يجدوا لازمة كورونا مفتاح وعلى ابوابها يتساءل الناس اين اللقاح حتى الان رصدت عشرات التجارب لتطوير لقاحات لكورونا منها من وصل الى مرحلة الاختبار ومنها من لم يصل بعد لكن القاسم المشترك بين هذه الادوية انها صممت لمحاربة الايبولا والمالاريا الرئيس الامريكي المتعجل لان تظفر بلاده باول علاج لكورونا قال ان عقار الكلوروكين المضادة للمالاريا الذي يخضع للاختبارات حاليا لمعالجة مرضى كورونا قد يكون هبة من الله سيدة من ولاية اريزونا الامريكية تلقفت وصفة الرئيس الامريكي غير المجربة فاخذت جرعة لها وجرعة لزوجها بحسب شركة بانرهيلث الامريكية نقل الزوجان الى المستشفى مات الزوج وبقيت الزوجة بين الحياة والموت فالمادة التي تناولها الزوجان لم تكن على شكل دواء الكلوروكين المستخدم لعلاج المالاريا عند البشر بل كانت مادة سامة مدرجة كعلاج طفيلي للأسماك الزوجة قالت لشبكة ام بي سي الاخبارية انها شاهدت تقارير تلفزيونية تحدث خلالها الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن الفوائد المحتملة لعلاج الكلوروكين اما منظمة الصحة العالمية فدقت ناقوس الخطر بقولها ان استخدام ادوية لم تخضع للتجربة لعلاج كورونا قد يعطي املا زائفا هذه الواقعة وغيرها دفعت وزارة الصحة الكويتية لسحب كل كميات الادوية التي تحتوي على مواد هيدروكسي كلوروكين من الصيدليات الخاصة وقصر صرفها على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة وصيدليات المستشفيات الاهلية فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر